موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم معكم المعلمة أريج حسن من مدرسة زهرة الأشرفية الخاصة معلمة اللغة العربية أسعد الله أوقاتكم بكل خير كنت أتمنى أن يكون لقاؤنا الأول هذا عن قرب ولكن الحمد لله رب العالمين في السراء وفي الضراء أبناء الطلبة حصة اليوم في مادة اللغة العربية هي مراجعة لأقسام الكلام الأهداف المرجوة من الفيديو هي أولا أن يميز الطالب الإسم والفعل والحرف ثانيا أن يعرف الطالب الأنواع الفئلي وثالثا أن يعرف الطالب أنواع الحروف أقسام الكلام في اللغة العربية هي اسم وفعل وحرف الإسم هو كل كلمة دلت على معين بذاته مثل اسم الإنسان واسم الحيوان واسم النبات واسم الجمادات طارق أسد برتقال وطاولة جميعها أسماء لأنها دلت على معين بذاته أما الفعل فهو كل كلمة دلت على حدث مرتبط بزمن معين إذن الفعل هو حدث مرتبط بزمن معين قد يكون هذا الزمن في الماضي أو في الزمن الحاضر أو قد يطلب منك القيام به في المستقبل أما الحرف فهو كلمة لا معنى لها لوحدها لذا تستخدم الحروف للربط بين الكلمات أو الجمل حتى نميز عزيز الطالب بين الإسم والفعل والحرف هناك علامات إذا وجدت في كلمة فهذه الكلمة هي اسم هذه العلامات هي أولاً أن الإسم يقبل للتعريف مثل السماء والكتاب سواء كانت للتعريف شمسية أو قمرية هي من علامات الإسم ثانياً يقبل الإسم التنوين بأنواعه تنوين ضم تنوين فتح تنوين كسر فأقول سماء 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 كذلك كتاب 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 إذن الإسم يقبل التنوين ثالثاً يقبل الإسم دخول حروف الجر فأقول في السماء من الكتاب إذن السماء والكتاب هي أسماء بدليل قبولها للتعريف قبولها التنوين وقبولها حروف الجر ننتقل الآن إلى أنواع الفعل أولاً الفعل الماضي وهو الفعل الذي يدل على حدث في الزمن الماضي أي أنه حدث وانتهى مثال رسم أكل سمع رسم اللوحة أي أنه رسم اللوحة وانتهى أكل أكل الطعام وانتهى وسمع الصوت وانتهى إذن الفعل الماضي فعل حدث في الزمن الماضي وانتهى ثانياً الفعل المضارع وهو الفعل الذي يدل على حدث في الزمن الحاضر في الزمن الحاضر يبدأ الفعل المضارع عادة بإحدى حروف كلمة نأتي نون ألف تائية فأقول نرسم أرسم ترسم يرسم إذن هي أفعال مضارعة ثالثاً فعل الأمر وهو الفعل الذي يدل على طلب تنفيذ فعل ما فعل الأمر أبناء الطلبة يحمل معنى الأمر والطلب إذن يطلب منك القيام بفعل ما فأقول أرسم اسمع أكتب أما أنواع الحروف فلدينا حروف مختصة بالاسم وحروف مختصة بالفعل عندما أقول حروف مختصة بالاسم أي أن هذه الحروف تدخل على الأسماء فقط وهي حروف الجر وحروف العطف حروف الجر من إلى عن على في واللام والباء والكاف وهي حروف يسمى الاسم الذي يأتي بعدها اسم مجرور حروف العطف الواو أو فاء ثم ويسمى الاسم الذي يأتي بعدها اسم معطوف الحروف المختصة بالفعل أي أن الكلمة التي تأتي بعد هذه الحروف هي فعل وهي حروف النصبي وحروف الجزم حروف النصبي أن لن كي حتى ولام التعليل وهي حروف تنصب الفعل المضارعة بالفتحة وحروف الجزم لا الناهية ولام ولام الأمر وهي حروف تجزم الفعل المضارعة بالسكون بهذا أبناء الطلبة نكون قد أنهينا مراجعة أقسام الكلام دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة